هل موعدكم مع نيتشر واليوم معي ألان بيرزق خبير بالصحة الحيوانية صباح الخير ألان كيفك اليوم؟ اليوم موضوعنا عن الحيوانات المنتجة للحليب أول شي خلينا نعرف شو الحليب الحلو أنه بس وصلنا على الحلقة كنت عم بيحكي مع كذا شخص من تحت لو وصلنا للستوديو في عالم بتحب الحليب في عالم عجب التوبيك أنه يرى نحكي عن الحليب وفي عالم ما عجب التوبيك وفي ناس بيديعوا من الحليب صراحة هلأ بنحكي عنهم كلهم سوا هلأ إذا بنعطي التعريف لكلمة الحليب لحالة هي المنتج اللي بتعطيه البقرة واللي بيكون هو نتيجة حلب كامل وصح لهيدا الحيوان ليمنوا تحت استرس هيدا هو التعريف لكلمة حليب يعني إذا البقرة كانت عيشة بسترس كيف نعرف إذا البقرة تحت استرس يطلع الحليب فاسد فاسد إذا هيدا المنتج طرعه على لونه أحمر يعني فيه التهاب إذا ريحته بشعة في الدم يعني فاسد بقى هيدا ما فينا نعرفه لكلمة حليب الحليب هو منتج البقرة بالمعامل كيف بيعرفوا لمن بالمكانات وهولا في عنا فحوصات بتنعمل للحليب أصلا إذا بنا نحكي نفز دغري على هيك فكرة الحليب بس يوصل على المعمل على حيال المعمل بيخضع لفحوصات دقيقة لأنه منعرف أنه ممكن يكون عرضة لبكتيريا أو ليكون فاسد بس بينفحص بيتأكدوا أنه هو بصحة سليمة هيدا تعريف لكلمة حليب لكن هو المنتج اللي بتعطيه البقرة من بعد ما تكون خلفت وهيدا المنتج لازم يكون نتيجة حليب كامل وصحة والبقرة من نعيش سترس كل الحيوانات التانية اللي بتعطيه حليب ما فينا نسمي المنتج تبعولها حليب بدنا يكون فيه كان وحد مننا علميا يعني منقول حليب يعني حليب بقر بس نقول مثلا للمعزة بدنا نقول حليب معزة حليب غنم حليب يمكن بفلو بس نقول حليب على الحل يعني حليب بقر أوكي غير أنواع من من نعرف شوه هيدا عم بيحثي بالطريقة العلمية تبسطة قداش بينتج العالم نحنا بالالفان وثلاثة وعشرين تقريبا العالم أنتج بحدود المليار تون حليب سنة الالفان وثلاثة وعشرين وزادت هالانتاجية من الالفان وتسعتاش يعني وقت صار في عندي كورونا والعالم رجعت كتير على الأمن الغذائي تبعولها عاليو من 800 مليون تون للمليار تون حليب بعد ما خلصنا البشرية عم بتزيد يعني من هالا لالفان وخمسين كمان نستنظر أنه هالكمية الدوبل تزيد فيه أنواع من الأبقار يعني منشوف بالصور أنا ما فهم فيهم نسأنه أي بقرة بتعطي حليب أكتر هلأ اللي نحن بنعرفه أنه 80 بالمئة من الحليب المنتج بالعالم هو حليب الأبقار وهذا الحليب الأبقار تقريبا عندي 1.5 مليار بقرة هن اللي بينجون 80 بالمئة من هالأبقار هن هيد البقرة اللونة أبيض وأسود اللي أطعت بالصورة اللي قبل الأبيض وأسود اللي هي الهولشتاين نجح كنا نشوفها هاي الاسمه هولشتاين هيد البقرة هي الأشهر على الإطلاق اسمه هولشتاين هيدا عندها انتجية عالية جدا الحليب طبعولها طيب موجودة بحدود 150 بلد هيدا أكتر بقرة تنتج حليب بالعالم الأبقار الثانية مثل هيد البقرة نحن نسميها البقرة البلدية حسب كل بلد عنده البقرة البلدية إذا نطلع على الدرة يمكن بإنديا أو شيء نشوف أنه عندها خصائص مختلفة هاي الخصائص طبعولها أنه بتكون مكاومة جدا للحرارة الموجودة فيها يعني مثلا الهولشتاين هي بقرة أساسا جاية من أوروبا هالأبكار هن من أفريقيا من الهند متأقلمين على المناخ الأفريقية هيدا بيني سترسي سترسي هيدا بهالصورة مال نوري طبيعيا لأنه موجودة ببيئة صعبة عليها هيدا بتنتج بحدود لعشرة لتر بالنهار بالوقت الهولشتاين اللي قبل بتنتج لحد المية والمية وعشرين لتر إذا كانت بيكوندشنز كتير عالية بالنهار بالنهار؟ نعم نحن عنا أبكار عمدار السنة؟ على بحدودة 350 أيام بالسنة يعني تقيت عمدار السنة في أصناف بتنتج كمية كتير كبيرة وزيت البقرة حسب شو بيتعموها؟ حسب المناخ حسب شو بيتعموها وحسب إذا مريضة ولا لا يعني هالبقرة الهولشتاين بأوروبا قادرة تنتج بحدود 80-90 لتر بالنهار هي زيتها إذا أنا نقلتها حطيتها بالهند أو بأفريقيا بمناخ صعب بظروف كاهرة بغزا قليل بتنتج لها بحدود 15-20 لتر بلبنان هالأبكار يعتبروا جيدين يعني بينجوا عند المزارع التقليدي بتنتج بحدود 20-25 لتر بالنهار وعند المزارع الكبيرة والمصاري الكبيرة ممكن توصل لـ 30-40 لتر اللي بيعتبر شي جيد لتربية الأبكار التركيبة بتختلف من بقرة لبقرة نعم الحليب أول شغلة هو حسب الأنويع فوق 85% منه هو ماء عند بين 4-5% هنه بروتينات 4-5% هنه دسم وعند بحدود 6% لكتوس هيدا التركيبة أكيد في الفيتامينز والمناعة وكلها الإخبار هلأ من بقرة وبقرة حتى لو كانوا إخوة بيفرق من صنف لصنف بيفرق وإذا كنا أكيد بيفرق بين مثلا إذا عم نحكي بقرة ليموزين أو هولشتاين بيفرق وإذا عم نحكي حليب غنم حليب معزة حليب بقر كمان بيختلف في عدة عوامل أول شي التغذية بتخليه يختلف عمر الحيوان إذا كان صغير ولا كبير كمان بتختلف التركيبة والأصناف بتختلف التركيبة بأي عمر ببلش ويعطه حليب؟ البقرة أول سنة بنسميها جنيس أو بالعرب نسميها البكيرة هيدا البقرة اللي ما حبلت بعد بس تحبل بعد عشر تشهور بتخلف بتبلش تعطي حليب أوكي يعني بدنا نقول تقريبا لتخلق أول سنة ما في حليب بعدين يعني عسنة وعشر تشهور لتبلش البقرة تعطي حليب بتضل تعطي حليب لحدود الأربعة خمسة ستة حتى بتقدر تطلع أكتر نحن كمزارعين بيعبروا الجدول الاقتصادية إذا بعدها صحتها جيدة وعن بتعطي كمية حليب جيد سو بتضل تحلب لحد ما لقي أنه خف انتجية الحليب تبعولها صارت عم تكلفنا أدوية أو أكل زيادة لا تنتج حليب ساعتها بنوقفها نفس البقرة اللي بتعطي حليب كمان فينا بتعطي لحمة لا هنا أصناف مختلفة في عنا أبكار أصناف مختلفة هي للحليب وفي عنا أبكار أصناف مختلفة للحليب يعني بكل بساطة هو الجسم طبعه لمعود أنه الغذاء يا بدها تنقلها تحطها بالحليب أو بدها تنقلها وتحطها بالعضل فمشن هيك عنده أصناف للحليب وعنده أصناف للحليب تبخيين نحكي شوي عن اللاكتوز، البروتين، الفات يلي بالحليب هلأ في كتير في ناس عندهم لكتوز ليش بيصير عندهم انتوليرانس هادي يمكن لازم نسأل ديتاتيسيان بس كمانا إذا شيلوا اللاكتوز من الحليب من قسر من فويده رح جايوا مع السؤال بطريقة علمية أو ما اتخطى عمل الحكيم أو الأخصائية التغذية نحن البشرية عملت الدومستيكيشن للبقر من 6 تلاف سنة لورا علمياً منعرف أنه حيالة تغير جيني أو حيالة تغير تيسير أبرينياب الأجنة تبعولنا بده 10 تلاف سنة وطلوع نحن الكائل الحي الوحيدة الثديات الوحيدة اللي منستهلك حليب على عمر كبير كل الثديات هي بتستهلك حليب بس بفترة الفطيب يعني وقتها بيخلق البيبي إذا شفنا مثلاً يمكن البقرة بس يخلق البيبي تبعولا شهر 2-3 عم يشرب حليب يرضى حليب ليأخد مناعة وغزى من أمه بعدين بينتقل ليأكل حشيش نحن الكائل الحي الوحيد اللي هو الإنسان نشرب حليب عمر كبير ومشتقات الحليب بلس نشرب الحليب تبع أصناف غيرنا يعني البقرة ما بتشرب حليب كلاب أو حليب بسينات بس الإنسان بيشرب حليب البقر بيشرب حليب المعزى يعني جسمنا أنواع أنواع مختلفة جسمنا بعد ما أنه الميتابوليسم تبعولنا شو يعني بلوكاج يمكن عنا أنتورانس ناتوريل أولاكتوز 60% من البيب المنزل عندها بريديسبوزيشون يعني قابلية لتعمل أنتورانس أولاكتوز أكيد في عدة عوالي تخلي حدا تبين عنده أو لا أو اتعكبر وتبين أو حسب صار معه شيء الشخص مش يعني ما بيسوى الحليب بس نحنا بنقدر أنه بعد بدنا 4000 سنة تهريبا استهلاك حليب لا تختفل أنتورانس أولاكتوز ونصير معوّدين 100% على شرب الحليب كبشر حكينا عن البقرة مين أي حيوانين أي حيوانين بيعطو حليب نحنا البقر نحنا مفاكري أنه رح تكون المعزية أو الغنمة هي تان number two بإنتاج الحليب لا على أرض الواقع من بعض البقرة اللي بتنتج 80% عندي البفالو البفالو يعني الجيموس يعني عم نحكي نحنا تقريبا 12% من الحليب اللي ينتج بالعالم هو حليب جويميس هلأ يمكن نحنا كشعب لبنان نستهرم هي حليب جيموس بس في شعوب بيكون مكتوب هي أكيد مكتوب علي نحنا ما عنا هوني بلبنان بلبنان ما في جويميس مع أنه كتير شكله قريب من البقرة يعني ما لنا كتير غريبة كحيوان موجود بالهند في قسم بالنيبال في قسم بمصر كمان بيعتمدوا على إنتاج الحليب للجويميس واللي يعتبر كمان حليب طيب وحليب صحي لبرضو يمكن فيه دسم يعني أصناف وفيها دسم أقل من حليب الأبكار فالأبكار بتروح على الاندستري يعني للأجبان للزبدة هذا للاستهلاك جيد جيد حي طيب حكينا عن البفلو بعدين بعدين الـ 2% من الحليب اللي ينتج بالعالم هو من الأغنام ومن الماعز واللي هنه موجودين أكتر شي بآسيا واللي موجودين بالبحر يعني على الحول المتوسط الحينو فيهم هؤلاء الحيوانات هؤلاء نعتبرون مصدر الحليب للفقرة لا لأنه نعرف من المعزاية بلبنان مثلا بتفز بتاكل بالحشيش بتدبر حالة ما بده يكوار منس كتير مؤاومة للأمراض مؤاومة للمناخ فبتنتج للبوبولاتيون نسميها ريرال الريفية هيدا المعزاية الشهيرة اسمها سانين هي الأشهر بالمعزاية بلبنان بربوها بتنتج بحدود الأربع على ستة لتر ونكهة الحليب طيبة يعني مثلا إذا رحنا على السوتر ماركت شطينا الفروماج دو شافر الرفيني اللي بتبقى نكهة تمنى كتير قوية هيك بنحسو بيكون منتج من هيد المعزاية بيلحق الأغنيم والماعز بيلحقنا بيجي بالفئة الرابعة هن الجمال الجمال عندي صنفين من الجمال في الصنف اللي هو موجود بالصحراء العربية واللي هو عنده عضاه وصحوة وحدة وفي عنه هيدا هيدا ينتج حليب لحدة من طعشر شهر بس بينتج بين الليتر للأربع ليتر ماكسيموم بيستفيدوا منه أكيد العالم اللي موجودة بالصحراء البدو بالجزيرة شبه الجزيرة العربية واللي عنده صهوتين نفس الشي بس بآسيا أزيس أوترال يعني بآسيا الوسطى كمان بيعتمدوا عليه شعوب المونغول مثلا ليستهلكوا حليبه أوكي هولي ما فينا نعمل أجبان والبين بنعمل من الأصناف خاصة هن هود الشعوب على سيرة الأجبان والأمل هيدا فآخر حياة ما بدي أحكي عنه هو الحصان الحصان بمونغوليا بيستخرجوا الحليب بيضطر يكون البيبي طبعا الحصان حد منه اللي يطلع الحليب وقال له التريت ميكانيك ما بتكفي الحلو أنه الروس اكتشفوا أنه بيقدروا يخمروا هيدا الحليب ويطلعوا منه ألكول واستعملوا بالكرن التاسع عشر كلمان اللي يعملوا علاج ضد السل التوباركولوز توباركولوز لأنه غني بالأنتي باديز يعني بالمناعة القوية طبعا الحصان نعرف الحصان صحته بنيته جيدة نقدر نستعمله لعلاجات طبي والياك الياك هو آخر حيوان المميز فيه أنه موجود بالتيبت بيتحمل حرارة يعني ما في حيوان ممكن ينتج حليب بمواكرات غير الياك شعوب التبت بالهيملايا بيستعملوا بينجوا منه من لتر لليترين بالنهار وكافي يكافي يكافي لهم انتاجهم بهالظروف القاهرة اللي هي موان كاران دقري يس لكن لازم نشرب حليب لازم نشرب حليب لأنه غني بالفوايد غني فيه بقلبه كتير فيتامينز ومنيرز وبروتين وفات ما لازم نحن شدنات أبيوز بيشرب الحليب يعني كمان كل شي بيزيد بمعنى نقص بس الحليب هو ضروري لنمو أطفالنا ضروري لحماية سنين أطفال ده وهيدا غزاء رخيص للشعوب يعني كل الشعوب بكل بلدي العالم تستهلك الحليب ولازم أكيد نحافظ على الأصناف غير الأبكار لأنه ما بدنا هديك الأصناف تختفي وتختفي خصائصها الغزائية معنا أكيد ألا برزق خبير بصحة الحيوانية أهلا وسهلا فيك وشهدينة وقفة أنا برجع بشوفكم على 11 مع الشيف شربل بي واتس كوكينج